فوز حلو للنادي الأهل 3-0 في مستهل مباركتك في دول المجموعات حمل اللقب داخل بقوة بتقول نتيجة كبيرة تعتبر نتيجة كبيرة 3-0 حتى لو كان أمنا أنها تبقى أكبر من كده بكتير على أو بالقياس بالمنافس اللي هو ما كانش منافس كبير بس النتيجة مهمة تفادى الأهل المفاجآت اللي دايما المفاجآت الغير صار اللي بعملها الجماهيرو مع بداية دول المجموعات أرسل رسالة مهمة أنه حتى لو الأهل مش في أفضل حالاته حتى لو بـ 60-70% من قوته الفنية لأهل قادر أنه يكسب وقادر أنه يكسب بفوز مريح وقادر أنه يتصدر المجموعات بس أخذ بقى بس للمفاجآت دول المجموعات بداية لأهل آخر 3 بطولات هو بيكسب في أول مباركة دول المجموعات وبيوصل للنهاية مش في الحالة اللي هو عليها دلوقتي الأهل دايما كان بيقف حالة جيدة ويجي دور المجموعات يبقى عنده مشاكل كتير جداً ولغبطة الأهل دلوقتي مش كويس الأهل مش في أفضل حالاته فكت رسالة مهمة وإنت مش في أفضل حالتك أنك تبدأ دور المجموعات بشكل جيد صح خاصة مع فوز بلوزداد على تاني أنا بأكد في كل مرة أن فرقة تانجا أفريكنز على ملعبه فرقة صعبة جداً فرقة صعب أنك تلعب عليهم كورة على ملعب بين يمين مكاب مبارح في مباراة شباب بلوزداد أول 25 ديئة كان هم اليوم الأبرهندي على شباب بلوزداد في الجزائر وضيعوا أكتر من فرصة في بداية المباراة لكن قدر شباب بلوزداد طبعاً خبرة أكتر عند شباب بلوزداد متمرسين في أدوار المجموعات في السنوات الأخيرة قادرين أنه يبقى عندهم سيطرة كمان على الدور الجزائر ويفوزوا بالدور الجزائر الموسم الماضي فده الخبرات اللي عند النادي الأهلي قدر يعمل ده في مباراة النهاردة أمام مدياما لكن إجمالاً فيما يتعلق بالأداء في عندي بعض العيوب فيما هو قادم وفيما هو مقارن بالاستاندر بتاع النادي الأهلي يعني مقارن دايماً النادي الأهلي بنفسه الأهلي اللازال عنده بعض العيوب والنواس مليون في المية بس ما ينفعشي حتى لو المنافس في المتناول مبقاش الأهلي كسبان 3-0 وما تدروش حق وما تديش حق وللناس اللي خلت النتيجة تطلع 3-0 أياً كان ومع ذلك بقول لك فرقة مدياما فرقة آه عندها مشاكل كتير لكن فرقة عندهم لعيب الكرة كويسين قوي خاصة في وسط الملعب رقم 11 واللعيب رقم 14 والمهاجم بتاعه مزعج جداً لعيب قوي جداً بدنياً عنده سرعات كبيرة جداً سوا رقم 3 فانت بتتكلم على فريق عنده ويبقى مزعج بالمناسبة في مباراة الأوي اللي يبقى المزعج مش تبقى على الأرضه لأنه الملعب بتاعه لم يجز فهيلعبه على ملعب كماسي ملعب كبير ملعب بتاعب عليه أمم أفريقيا فالمباراة من دلوقتي هت مش تبقى سهلة هناك النقطة التانية الأهلي لازم يصلح بعض الأخطاء اللي عنده ولكن بالتأكيد مبروك للنادي الأهلي والنادي الأهلي كان مهم إن بعد خمس مباراة والأهلي لما كان بيتعادل في الدورة يا كري ما كان الطبيعي إن الأهلي يكسب وما كانش بيكسب فلما يكسب لازم أقول برافو حتى لو هايلايت على بعض النقاط اللي كان فيها عيوب وفيها مشكل فمليون في المية مبروك للنادي الأهلي مبروك إنهم خرجوا من مشكلة عدم إحراض الأهلي والأهلي مسجل خمس أهدف في آخر خمس مباراة كريم مباراة سانداونز وسيمبا وحتى مباراة أعمل إنه في الدوري كان بدي بمعدة ثلاث أهداف في المباراة الوحد وبعد كده الأمور بقى لها خمسات المتشاط فيها مشكلة كبيرة فقدرت تسجل النهاردة ده بحد ذاته مكسب ومكسب مهم جدا جدا وده اللي طبيعيا لازم يشتغل عليه تاني وكان الأهلي عنده مشكلة في صناعة الفرص الأهلي النهاردة ضايع الكور كتير جدا جدا نتيجة ممكن تطلع 7 أو 8 لو تم استغلال الفرص اللي كانت